اشتركوا في القناة الام الظهر والرقبة ده ما فيش انسان ما اصبش بألام ظهر او رقبة او رقبة في ايه الظهر بالذات على مدى حياته لازم يصاب بألام ظهر مرة في حياته على الاقل الموضوع ده موضوع حيوي ومهم جدا واحنا هناخده من زاوية ان الموضوع ده موضوع مش موضوع ان احنا بنقول الاسباب والعلاج وخلاص لا ده الموضوع ده بيأثر على الاقتصاد كمان يا جماعة يعني في امريكا اللي هي الدولة العظمى والمتقدمة علميا وتكنولوجيا وطبيا الموضوع ده تقريبا حوالي 30% من الامريكا مصابين بألام ظهر في دراسة حديثة قالوا انهم مصابين بألام ظهر مستمرة او مزمنة لما عملوا احصائية على الناس اللي بتجيب من شغلها او مدارسها او كده شافوا انها بتكلف الدولة حوالي 86 مليار دولار في سنويا في مصر طبعا يعني احنا مش دولة امتقدمة اوي وعندنا عادات كتيرة اوي سيئة اتمنى ان احنا نتخلص منها والنهاردة يعني حنقول اسباب الام الظهر الام الظهر عموما وخصوصا الام اسفل الظهر اسفل الظهر تحديدا اكثر منطقة بتتحرك في العمود الفقر فلذلك دايما معظم الام الظهر بتيجي في المنطقة اللي هي بنقول عليها الفقرات القطنية طبعا عارفين العمود الفقر بتكون من الفقرات العنقية والفقرات الصدرية والفقرات القطنية والعجزية الفقرات القطنية دي أقصر المناطق عرضة لألام الضهر نتيجة قلنا أن الحركة فيها أو حركة العمود الفقر أو مرونتها أكثر من أي منطقة أخرى باستثناء الرأبة في الضهر فأسباب الأسباب قد تكون مرضية وقد تكون أسباب ميكانيكية يعني عداد خطيئة أو كده أو أسباب يعني متعلقة بحاجات تاني يعني ممكن مرض تاني يسمع في المنطقة دي فبالتالي إحنا الشخص اللي هو مصاب ألام الضهر ده هو أول ما تجيله ألام ظهر ما يترعبش ما يترعبش أول حاجة يعملها أنه هو يستلقي على ظهره أول حاجة يعملها يستلقي على ظهره ويتني حوالي يتني الرجبة بتاعته ويسترخي المدة ربع ساعة أو تلت ساعة وما يقومش مرة واحدة يلف على جنبه ويحاول يقوم يقعد وبعد كده يشوف الألم الألم راح كان بها الألم ما راحش لازم يدور على السبب قلنا أسبابه قد تكون أسباب مرضية أو عضوية زي التهاب الفقرات ممكن يجي التهاب زي التهاب اللي هو العظم المفصلي بيجي في الفقرات بين الفقرات ده من أحد أهم الأسباب تاني حاجة لانزلاق الغضروفي ممكن الغضروف ده مادة بيسميه كده زي كيس سفينجي كده جيلاتيني بيبقى بين الفقرات بحس يقلل احتكاك الفقرات ببعضها وبيسهل الحركة بيتدمرونا للحركة في العمود الفقر فممكن لسبب أو لآخر يحدث انزلاق لهذا الغضروف وبنسميه انزلاق غضروفي الانزلاق ده قد يكون جزئي وقد يكون كلي يعني له حاجات كتيرة قوي لو قعدنا نتكلم عليها هتاخد وقت طويل جدا وده مش مجالنا مجالنا ان ده احد الاسباب قلنا الاسباب العضوية من الاسباب برضو التانية ممكن تكون حاجة حادث مثلا خبطة مباشرة سقوط من اعلى ممكن يعمل كسر في الفقرة ممكن يعمل كدمة في العضلات ففيه ده من جزء او احد الاسباب اللي هي بتقدي لألام الضهر مع حضرتك الو اه رو مساء الخير دكتور لا مساء الخير لو سمتها دكتور كنت عزل حضرك سؤال تفضل حضرتك دلوقتي انا عندي في الظهر من تحت من اسفل الظهر من تحت فيه الام شديدة جدا جدا بحس بيها لدرجة ان هي ساعات بحس ان هي بتسمع في جنابي اه وبعدين لما باجي اوطي بيزداد الالم لما باجي ركع ضهري الورق يعني اللي هو قتني نفسي بس العكس بحس ان الالم خف اما بتيتني ضهرك الورق بتيعكس وضع العمودة فقري بحس الالم قل شوية هو الالم موجود بس بيقل شوية اه اه لو انا بوطي مثلا كده بوط على الارض كده الام فضيعة بتزيد زيادة طبيعة شغلة حضرتك ايه بتتحرك كتير ولا عمل مكتبي انا موظف يعني نفسك مدير ردارة يعني في شركة طيب انا يعني انا حاجل حضرتك في السياق البردامج وفي السياق كلامي عن الموضوع ككل هنشرح ازاي ان احنا نتفادى الام الضهر لان فيه حكمة بتقول الوقاية خير من الالم حضرتك حصل لك الالم فعلا فلو علاج لكن الالم ده هو هل هو متكرر هل هو جهل مرة واحدة هل مستمر هل بيجي فترات معينة وروح هو بقول بيجي مع حركة معينة ده غالبا بيجي نتيجة الام العضلات الام العضلات اللي عند حضرتك دي بتيجي نتيجة الاعدة كتيرة ده أن من الأسباب اللي بتؤدي لألام أسفل الضهر إيه الجلوس لمدة طويلة وخصوصا لو أنت قاعد في وضع مش مريح المهم جدا يا جماعة إن إحنا ناخد بالنا وإحنا عديد فحضرتك وإنت قاعد لازم تبقى قاعد عمودي كده يعني بزاوية قايمة ما تقعدش محنة ما تقعدش لقدامة ما تقعدش بجنب لا لازم تبقى العمودي الفقري في كامل استواءه وياريت لو في حاجة صغيرة أو كده سفنجية مخدة صغيرة أو أي حاجة سفنجية أو صفت شوية بتحطها في المنطقة اللي هي أسفل الضهر دي اللي بنسميها منطقة اللي هي اللامبر ريجون أو منطقة الفقرات القطانية دي مهمة جدا مهمة جدا حضرتك ما تقعدش أكتر من خمسة واربعين دقيقة متواصل لأن يا جماعة الأعداء بتعمل ضغط رهيب على العمودي الفقر ألو ألو أيوة لو صنحتها دكتور دلوقتي أنا لما باجي أناقم بقوم الصبح ألاقي رقبتي واجعاني جدا ما احنا لسه نتكلم على ألام الرقبة بس الصبح ألام الرقبة الصبح دي غالباً بيبقى سببها المخدة بتاع حضرتك لا يا دكتور من حطيت مخدة برضو طرية شوية وساوتها ومخلتهاش عالية وبرضو بيبقى نوع من الألم رهيب طب الألم ده ما بيخليكش تنام لما بقول من نوم يا دكتور بيفك بقى بعد أربع خمس ساعات مثلا أربع خمس ساعات بيفك بقى مع الحركة والشغل وكده بص حضرتك الألم ده لو متكرر وبييجي بصورة دايما لازم تروح لطبيب وتعمل إشاعة بسيطة جداً على الفلعنقية سن حضرتك أديه يعني ده تخصص إيه ده تخصص عزام 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 وخصوصاً بتوع العمود الفقري بيفهموا أكتر في الحاجات دي دمي شكراً لوقت زيادة الوزن دي بتعمل حمل جامد جداً على العمود الفقري وطبعاً العمود الفقري ده يعني بتأدي الاختلال ميكانيكية تركيب العمود الفقري نعرفين إن العمود الفقري يعني في الرأب على حرف إس يعني ماشي كده في الأحد ما يجي في الظهر كمان على حرف إس فإذا تغيرت ميكانيكية تركيب العمود الفقري فبالتالي ده حيؤدي لألام رهيبة لأنه حيعمل شد قاسي جداً على الأربطة والعضلات وممكن يؤدي إلى إن الألام دي تشد على العصب نفسه وتسبب تسميع في الرجل فزيادة الوزن من ضمن الأسباب طريقة شيل الحاجات يعني الواحد لو بطبيعة شغله بيشتغل مثلاً في حاجة فيها شغل حمل أسقال أو حاجات زي كده المفروض يعرف الطريقة الصح اللي يشيل بها السقل ده أيها معاك يا أستاذ أحمد السلام عليكم ألو أيها أستاذ أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سألك يا دكتور على فيه ألم في يعني واحد حبل الشوك بتاعه بضفع فإيه يعني فين عملية دي أو نظامه إيه لا القطع في الحبل الشوك ده حاجة مش بسيطة عشان ما تحكش على حضرتك بس دي عايز أستاذ كبير متخصص في الجراحات الدقيقة بتاع الأعصاب ده عايز جراح مخه أعصاب على درجة عالية جداً من الوعي والمهارة لأن القطع ده هل هو كامل ولا جزئي يعني بتفرق 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 لو القطع جزئي دي ممكن تتعالج وبالعلاج الطبيعي وبالشوية الأدوية وبالمتابعة مع دكتور المخ والأعصاب ممكن العمود الحبل الشوكي يستعد نشاطه تاني لو هو قطع جزئي بسيط لكن لو قطع كل دي لها شغل تاني خالص ومحتاجة تقنيات عالية جداً وأعتقد مصر بقى فيها حاجات زي كده مراكز متخصصة وخصوصاً في المنصورة بتتخصص في الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة دي من ضمن من ضمن أسباب العمود الفقر كمان اللي احنا قلناها القعدة يا جماعة الكتيرة على النت والكمبيوتر احنا عارفين دلوقتي في كل بيت بقى فيه نت وكمبيوتر وأولادنا كمان مشكلة بيعودوا كتير جداً والأوقات متأخرة من الليل والساعات طويلة فلازم كل واحد فينا يرأي بولاده وينصح نفسه وياخد باله من القعدة قدام الكمبيوتر أو الابن اللي هو بيذاكر ما يسيبوش ساعات طويلة قاعد في نفس الوضع وممكن يكون وضع خاطئ لازم أي حد فينا بيشتغل شغل مكتبي أو عمل مكتبي أنه هو كل على الأقل ساعة ملاش كله نص ساعة يقوم يسيب الكرسي بتاعه ويتمشى في الطرقة يطلع يعمل أي حاجة يطلع في البلكونة المهم خمس دقايق يسيب فيهم الكرسي ثانيا المهم قوي أن الشاشة بتاع الكمبيوتر تبقى في مستوى النظر عشان ما نزلهاش كده أو ما رفعلهاش زيادة دي كلها بتأدي لألام فظيعة وشديدة جدا في العمود الفقر فمهم يا جماعة نتابع الحاجات دي ونراقب ولادنا ونهتم بصحة الحكمة بتقول الوقاية خير من العلاج ودي حاجة مهمة جدا العمود الفقري من أسباب الألام الرئيسية ضعف العضلات وزيادة الوزن العضلات بتضعف نتيجة أن احنا ما بنمرس الرياضة خالص الرياضة دي مش شيء أساسي في حياتنا ولا بتشغل حيث في حياتنا إطلاقا بتاخدش أي محتوى في حياتنا مع أن الرياضة دي مهمة جدا 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 النهاردة فيه يمكن وعي شوية عن أيام كلنا احنا طلبة وتلامزة أن الناس بدأت تهتم بأولاده أرجوكوا اهتموا جدا بالسباحة السباحة من الحاجات المهمة جدا للبطاقي من ألام الظهر غير كده بتعتبر علاج لألام الظهر الميا والسباحة من الحاجات المهمة جدا اللي سبت علميا إن هي من الحاجات اللي بتحافظ على القوام وعلى رشقته وعلى مرنته وبتحميه من الألام الظهر والرأة الماشي يا جماعة يعني الناس اللي هما سنهم تقدم شوية فوق الأربعين يبدأ يعمل لنفسه روتين ماشي كل يوم الماشي احنا تعودنا نوعه يبقى عشان التخصيص بس بالعكس الماشي ده يعني بينشط الدورة الدموية بيفتح الشرايين بتاع المخ بيخليك زهنيا جاهز ومتقبل لأي شيء مهمة قوي 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 وغير كده بيحافظ على وزنك لو أنت وزنك مش عالي وبينزل وزنك لو أنت وزنك أوفر شوي فمهمة قوي أن احنا يبقى روتين في حياتنا على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع نص ساعة ماشي في الهوى كده أتمنى أن يبقى شوارعنا كويسة ويعني الأمل الكبير أن احنا إن شاء الله حنرقى ونتقدم ونلاقي أماكن ونهتم شوية الدولة تهتم شوية بمراكز الشباب اللي هي في القرى والنجوع وكذلك في الساحات الشعبية في المناطق الشعبية والنوادي النوادي برضو توفر وقت وأماكن للناس تبارس حتى على الأقل رياضة المشي الرياضة يا جماعة جزء أساسي من حياة الدول المتقدمة دول اللي تقدمت بتتخذ العلم سبيلا ومنهاج حياة فالدول دي ما تقدمتش من فراغ لا لما درسوا معرفهم وبحثوا ومراكز البحث بتشتغل ما بياخدوش ما بيعملوش الرياضة روتين في حياتهم كده هباء لا ده دي زي ما قلنا بتوفى للدولة أموال طائلة بتصرف في المستشفيات وفي الأدوية وفي غياب الموظفين عن شغلهم وفي غياب الطلبة عن محاضراتهم أو دروسهم لذلك أنا بنصح كل واحد بيشوف البرنامج أنه هو يهتم بالرياضة وأبسط الرياضات هي رياضة المشي دي من الحاجات المهمة أول في حاجات تانية مهمة جدا خاصة بالطلبة الطلبة مهمة جدا يا جماعة أن احنا نعمل لهم دروس توعية عن طريق ناس متخصصة في العمود الفقر والقوام أو أساد يعني ناس متخصصين في الأساد مثلا من كليات التربية الرياضية والعلاج الطبيعي والعظام الناس دي يعني ما فيش مانع عبدا لما كل مدرسة تعمل يوم كل شهر بيجي متخصص يشرح للولاد إزاي يشيل الشنطة بتاعته وإزاي يقعد وإزاي يقعد هو بيذاكر لأن طريقة الأعداء وأنت والطفل بيذاكر أنا في المركز بتاعي بيجي لي ولاد وبنات من كتر ما بيعودوا محنيين كده حصل عندهم تقوص في العمود الفقري لدرجة وخصوصا في منطقة الصدرية لدرجة أنهم ما بيقدروش يعني بيسبب لهم ألم مبرح وفي نفس الوقت يعني بتبقى حاجة مش ظريفة وخصوصا للولاد في سن مثلا 13-15-16 سنة بيحصل كتير قوي وشفته كتير قوي ويمكن من الحاجات اللي بتقلمني فأتمنى من كل أب وكل أم يهتم بولاده وبوجه نداء للمسؤولين عن التعليم أن احنا نعمل يعني يوم من ضمن الأنشطة من ضمن الأنشطة اللي بنيديها لولادنا أن يبقى فيه توعية توعية طبية ولو حتى عن طريق فيديو أو بيعرض على الطلبة والمتخصص بيشرح لهم يعني مش لازم ننسقل عليهم أو فمهم قوي التوعية بطريقة الشيل الأشياء حمل الأسقال ده مهم جدا يعني من ضمن الأسباب الشائعة جدا في أعلام الظهر والإنزلاق الغدروفي أن الواحد يوطي يشيل شمطة تقيلة أو أنبوبة البتجاز أو أي حاجة بطريقة خطيئة يا جماعة اللي عايز يشيل حاجة تقيلة مهما كان سقلها بيقوم يقف وبيقعد بينزل بيتني ركبه ويشيلها ودائما يقربها عليه دائما يقربها عليه يعني طريقة يعني اسلوب حياتنا لابد أن يتغير نتابع بقى الاسلوب العلمي ونتابع ودائما نحط الحكمة اللي بتقول للوقاية خير من العلاق دائما نهتم بالرياضة وتقوية العضلات من الحاجات برضو الشايع يا جماعة غير ألام الضهر عندنا الألام الرأبة ألام الرأبة دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير جدا في العيادات بتاعتنا ومنتشرة جدا وخصوصا في الريف بطريقة زعل لدرجة مثلا أننا أحيانا بيجي لي ستات في سن العشرين وشباب والله في سن العشرين والالتنين وعشرين والخمسة وعشرين وعندهم ألام رأبة فظيعة رهيبة فدي يا جماعة سببها برضو العادات السيئة والخاطئة من أكتر أسبابها ما بنقولش السبب الوحيد مثال إيه مثلا إن احنا بننام مثلا آه مع حضرتك ألو ألو أيها لا تحت أمر حضرتك أموري الأمر الله مع حضرتك أنا عندي حالة قد قاسة ولفضل السوق تقطع تقطع من الضار الفقرات منطقة الضار ولا الرأبة لا من عندي الفقر أحد أشر واثناشر من أحد أشر واثناشر وعملنا عملية وركبنا مسانير وشباب آه بس الحالة عاجزة واضع الكرتي حتى الحنون ما بتحسش بيه ما بيحسش بيه لا القطع ده يا قطع كلي ولا جزئي لا قطع كلي عاملها لو شاله النصف شاله النصف في الرجلين اللي اتنين الرجلين من عامل المؤاخزة بطول وفتح آه فيه تحكم في البول ما بيحسش بيه بول ولا اي حاج ولا بول ولا ولا براو طيب وعموما دي حالة برضو لابد زي ما قلنا طيب بعد الفصل هرد على حضرتك آه عودة مرة اخرى للاخت الفاضلة اللي كانت بتسأل على قطع الحبل الشوك قطع الحبل الشوك ده يا جماعة قلنا من الحاجات اللي محتاجة متخصص في جراحة المقه والعصاب وحدي كونزو خبرة عالية جدا آه لكن انا هتكلم على الحالة من ناحية او من منظور العلاج الطبيعي كتخصص وكمتخصص في العلاج الطبيعي آه من الحاجات المهمة اوي ان احنا يعني تحريك المفاصل كلها وخصوصا الجزء اللي هو السفلي السقين آه مهم جدا يا جماعة المريض ده حينام طبيعي لفترة طويل فمهم جدا ان احنا نجيب له المرتبة الهوائية عشان نحميه من القرح قرح الفراش دي برضو من ضمن الحاجات المضعفات اللي بتحصل نتيجة النوم فترة طويلة آه على قطن او سفين فطيء مهم اوي ان احنا نجيب المرتبة الهوائية وتبقى تحته بصفة دايما مهم اوي برضو مع وجود المرتبة ان احنا نقلبه نقلب المريض على جنبه ده شوية وعلى جنبه ده شوية وعلى الظهر شوية على اساس من 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 نتقي او نتجنب الاصابة بقرح الفراش مهم اوي ان احنا نحافظ دايما على الجلد بتاعه نضيف وجاف مهم جدا ان احنا نشد الملايا والملابس بتاعته ما نخلاش تكرمش لان دي بتيبقى زي السكينة تحت المريض اللي نايم على طول ومن السهل جدا تعمله جروح وقرح دي حاجات مهمة اوي وخصوصا للمرافق اللي قاعد مع المريض مهم اوي ان المريض ده يستعين باخصة اعلاج طبيعي اذا قدر يروح له في المركز ماشي اذا مقدرش فيه زيارة منزلية يتابع حتى على الاقل ثلاث مرات اسبوعيا يعمل له التمرينات الصحيحة يحط له رجليه في اوضاع سليمة بحس ان شاء الله لما ربنا يكرمه وترجع الحركة ما يبقاش عندنا اسر في الانسجة والاربيطة او تيبس المفاصل او الحاجات نحافظ دايما على مرونة المفاصل وعلى استقامتها ونحافظ على الدورة الدموية ونحميه من الجلطات اللي ممكن تحصل لان فيه حاجة اسمها ديب فينس رومبوزيس اللي هي الجلطة اللي بتحصل في باطن الرجل ديت نتيجة النوم لفترات طويلة فمهمة قوي ان احنا ناقي المريض اللي هو نايم فترة طويلة ده من الجلطة ديت باننا نحرك رجليه على طول ونحافظ على الدورة الدموية دايما ماشية وشغالة دي حاجات مهمة قوي لابد انها تتعمل لكن انا مش ملمة قوي بالحالة مهمة قوي انهم يتابعوا مع دكتور متخصص في جراحة المخ والعصاب بيشوف اشعاته وبيشوف درجة الاصابة وبيتابع الحالة من الناحية الطبية ده بالنسبة للحق نكمل كلامنا عن الام الرقبة الام الرقبة زي ما قلت لحضراتكم يعني من الحاجات اللي بتقولي بنقاوي ان الشباب في سن صغير بيجي له الام في الرقبة ف الوقاية من الحاجات دي بتبقى مهمة لان الحاجات دي في الغالب في السن الصغير ده هو بتبقى نتيجة لاوضاع خطئة اوضاع خطئة في ايه في ان مثلا ست بتشيل اسقال على دماغها يعني حاجات تقيلة على راسها يعني دي برضو من الحاجات اللي بتسبب الام الرقبة ممكن النوم على مخدات عالية وده بيعمل شد وعدم استقامة في العمود الفقري في الرقبة بالذات وبيشد على الفقرات وعلى الاربطة والعضلات وبيسبب الالام دي نصيحة مهمة جدا بقدمها لكل الناس يا جماعة بلاش نستسهل بلع الادوية لابد 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 طالما الالم جهه وخدت له مسكن وما راحش لازم اروح لحد متخصص احنا بنسرف اصراف شديد جدا في المسكنات بالذات والمسكنات دي يا جماعة تأثيرها ضر جدا وقاسي جدا على المعدة بالذات ممكن تقدل لقرح معده بتأثر على الكبد بتأثر على الكلا يعني ممكن المريض اللي عمال يبلع ده ومش داري انه يجينه مرض تاني اخطر من المرض اللي عنده المرض اللي بيسب الام في الغالب ما هواش مرض خطير الام من الحاجات اللي ربنا اناعم بيها علينا لانها بتخليك تتنبه وتجري وتدور على سبب فارجوكم اي حد ليصاب بألم في الرقبة في الضهر في الرجبة في اي جزء من جسمه يجري ويدور على السبب وما يتنش يروح للصيدالي او كده يعمال يبلع ادوية وهو ميش داريان ولا يروح لواحد صاحبه ولا واحدة صاحبتها وبتاخد مسكن وتديها زي ما بتاخد لا الحاجات دي خطيرة 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 في الدول المتحضرة وهي بتعرف قيمة المضاعفات او خطورة المضاعفات اللي بتسببها الادوية على الصحة ايوة استاذة كريمة مع حضرتك انا معلوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك انا كنتم اتكلمها بالوقت يصدق اطعك نعم كنت بكلم حضرتك من حضرت اطع اه بالنسبة ايه للحبل الشوك القطع اللي هو في الحبل الشوك ايوة انا تقريبا جاوبت على حضرتك قلت لحضرتك لا ما اسمتش حضرتك الخط قطع الخط قطع اه انا قلت فيه حاجات مهمة اوي ان حضرتك تتابعي مع دكتور جراح مخو وعصاب ماشي حضرتك مع الدكتور مع الدكتور اثمت عمين اه عمل جراحة ولا ما عملش عملنا جراحة وابكبنا شرايح ومتهمين ده كان فيه كسر في الفقرات بقى اه حضرتك اللي كان واشر اه على فكرة يعني تعافل الحبل الشوكي وجراحاته على فكرة بتاخد وقته طويل جدا على ما يعني بتبدأ الحركة ترجع او الاحساس فبقى انصح حضرتك انك تتابعي دايما مع الدكتور تستعيني بدكتور متخصص في العلاج الطبيعي او دكتورة اه وتهتموا جدا انكم تحموه من قرح الفراش او الحاجات اللي هي المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجة النوم كتير لفترة طويلة اه نعم يا حضرتك 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 احنا عمينا عمينا 20 فتعة وماشي مع بخصبين وماشي مع بخصبين وماشي مع صديق بالنسبة بالقرحة يا جمه هلو ما تزيدش اللي بيبقى فيها يعني شلل نصفي وايه دور العلاج الطبيعي فيه ونتمنى له الشفاء ان شاء الله كنا يا جماعة بنتكلم على الام الرقبة ف الام الرقبة برضو من ضمن الحاجات من الاسباب الام الرقبة اللي هي الاعدة في وضع غير صحيح في المذاكرة مثلا او في لو موظف قاعد على كمبيوتر دلوقتي ما عادش بقى الكتابة العادية في الغالب كلنا يعني موظفين دلوقتي عادين على كمبيوتر وجهاز كمبيوتر فمهم زي ما قلنا قبل كده ان احنا نحافظ على الرقبة في وضعها الصحيح لا تبقى ميلة قدام ولا الورى ولا يمين ولا شميل تحت امر سلام عليكم السلام عليكم ازاي حضرتك الحمدل ممكن بعد ذلك كلمة في التعامل عندي امرك تحت امرك تحت امرك دلوقتي كنت عامل عملية القطر في الفقرة الخامسة القطرية والأول الاعجازية اه الخامسة اه العمل العملية بقى لي لوقتي حوالي سبع شهور سبع شهور اه ده سبع شهور دي لو حضرتك يعني عملتها كويس المفروض تبقى خلاص يعني عملتها دكتور دكتور ايا مع حضرتك اه دلوقتي عملت العملية وطبعا بقى لي لوقتي الصبع شهور ورجلية من تحت بطنية الرجل من تحت احيان مية نار مية نار اه وتعبان اوي يعني حتى لما جي اقعد ابصر اها زي ورمت كده من تحت من بطنية الرجل ولا من الادم لا من بطنية الرجل مش من الادم اه هو بعد العملية سعب بيحصل شوية التصاقات كده في مكان الجراحة نفسها فدي بتأثر على العصب بتاع الرجل فدي محتاجة انك تعمل علاج طبيعي مظبوط محتاجة جلسات علاج طبيعي مكسفة طب معلش في سؤال اه دكتور معلش انا عادي انا عادي انا عادي معلش وقت البرنامج بس اه طب دلوقتي اه اه ايه النصائح اللي عالك النصائح اللي اقول على حضرتك انك تهتم بالعلاج الطبيعي تخفف وزنك ما تقعدش كتير تمارس الرياضة رياضة المشي على الاقل نص ساعة ثلاث مرات اسبوعية وتحفظ جدا على وزنك ولو وزنك عالي لازم تنزله لان ده مهم جدا بالنسبة للألام اللي بتيجي لحضرتك دي الحقيقة انا قدمت يعني باختصار آآ ألام الظهر والرعبة وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمة ونتكلم عن حاجات مهمة ومتفيد الانسان المصري من اجل الحفاظ على صحته وعلى جماله ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.sahha.tv ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com slash الصحة channel وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com slash الصحة tv وعلى تويتر www.twitter.com slash الصحة tv اشتركوا في القناة